تنطلق اليوم حملة جمع تبرعات شعبية لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق ولمدة شهر تحت إشراف وزارة الشؤون الشمعية والتنمية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبمشاركة العديد من الجهات الخيرية يعطيهم العافية طبعا تأتي هذه الحملة التي تستمر لمدة شهر في إطار التزام دولة الكويت بمناصرة القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في فلسطين والوقوف بجانبهم خلال الأحداث المؤسفة والممارسات العدوانية التي تقترفها قوات الاحتلال للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من داخل صالة مركز تنمية المجتمع في منطقة اليارموك مراسل تلفزيون دولة الكويت رائد الشمري رائد صباح الخير ويعطيكم العافية يعني ريت لو تضعونا في الصورة لديكم ماذا يجري صباح الخير مهى صباح الخير منصور صباح جميل لمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح بالفعل يعني اليوم كما هي العادة بالدور الإنساني الكبير لدولة الكويت وأيضا مناصرة الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية اليوم هنا في مركز تنمية المجتمع في منطقة اليارموك سيكون الحضور على مستوى الحدث بالفعل عند الساعة العاشرة إن شاء الله ستنطلق هذه الحملة الإغاثية الشعبية للشعب الفلسطيني في جمع التبرعات بإذن الله إن شاء الله ستكون في ساعة العاشرة صباحا وسيكون من خلالها أيضا التفاعل الكبير للجمعيات الخيرية في البلاد المشهرة وتحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم حلقة الربط والتواصل وأيضا التنظيم هو سمت هذا الموقف ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا وزارة الخارجية لكي تكون هذه العملية في جمع التبرعات بشكل سليم وأيضا تحت مظلة شاملة لكي تصل لشعب الفلسطيني الذي يتعرض الآن للأحداث المؤسفة وأيضا ما نشاهد ونتابع من الموقف أيضا لقوات الاحتلال من ممارسات غير أخلاقية كما هو يشاهد العالم الإسلامي وأيضا العالم أجمع كعدة دوت الكويت في نصرة هذه القضية دعم ومساندة لشقانة في فلسطين وأيضا ستكون إن شاء الله الحملة على مستوى الحدث بإذن الله ستبدأ من اليوم حتى مدة شهر كامل بإذن الله في جمع التبرعات ضمن الجمعيات الخيرية المشهرة والتي ستتفاعل مع الحدث كما نشاهد ونتابع أيضا قبل إن شاء الله انطلاق الحدث التجهيزات والترتيبات وأيضا تطبيق الاشتراطات الصحية لاستقبال أعداد من الجمعيات الخيرية وأيضا استقبال تفاعل دائما للشعب من خلال القضية الفلسطينية دائما وزارة الشؤون الاجتماعية تكون في الحدث وأيضا سيكون الحضور إن شاء الله للأستاذة هناء الخالدي هناء الهاجري الوكيل المساعد للشؤون التنمية في وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا هناك حضور للسفير الفلسطيني سيكون إن شاء الله رامي طهبوب وأيضا ممثل لوزارة الخارجية لانطلاق هذه الحملة ستستمر إن شاء الله لمدة شهر نعم يعطيكم العافية رائد شمري كنت معنا من اليرموك شكرا جزيلا لك على هذه التغطية